اذا انت لك كلاسيكو بارسا ومدرد بالاخرصة يجنوا واحد الصراحة كنت توقع ان يكون اسوأ سواء فنيا ولا تقنيا ولا حتى على صعيد المدربي كنت توقع ان يكون كلاسيكو طبعاً هذا شيء أحسن كلاسيكو ولو في آخر عشر سنين أو خمسة سنين يقدر يكون عند تصنيف في بعض المباراة ولكن كانت توقع سيناريو يكون أسوأ من السيناريو هذا كلاسيكو كان مقبول إلى حد ما لا بأسابه يعني كلاسيكو بجدد الفريقين يعني بجوش بيوم قدموا كلاسيكو مقبول إلى بأسابه بالنسبة لأن كان مشجع ببارساب كانوا شيء لاعبين يعني الصراحة وما كانوا شيء بدأوا أساسيين كان الفريق في النظر دياري كان يقدر يحقق الغلب مع العالم صعيب صعب بززاف يتحقق الغلب كونترا مادريد وقدر كانوا ما يدخلوا شيء أساسيين كان يقدر يكون شيء سيناريو ويأخونا ببارديدو قرر يا مادريد عاود بالترينادور دياله يقدروا يجبروا شيء حلولي أخرى فسط بارديدو حيث على حساب كيفاش مشت المباراة سيرة المادريد مادريد وانا ما قد تشعشت القنف في الميديو اللولي كانت تقدر تدخل في الشوط الثاني أكثر يعني شراسة مشتشي الهدف دياله ولكن نبقى في الفكرة اللولى اللي قلت أنه كانشي لاعبين فبارسة باعتبار إذا ما كنتش جعب بارسة كانوا يعني لم يكونوا في المتوقع وحل مينجيزا ما عرفت شنا كنسم مرة مينجيزا مرة مينجويزا مهم هاد اللاعب هادا يعني الشاب اللي ظهر قنظل العمل اللي يفت صراحة ما كانشي في القيمة ضد القلاسيكو ضد المرة هادي يعني فينيسيوس عمل فايل عمل فايل اللي بغى ازلو الشوارع وكان يتسبف في بنارتي طبعا مش اللوم عليه مش كلبه كاملة عليه ولكن ما كانشي اختيار موفقنا هاد القلاسيكو هادا وماشي بواحده قنظل حتى قاضي واقعنا ما كانشي هاد كل اللاعب اللي ظهروا اول يعني ماشي هنقول اول مرة ولكن كين واحد اللاعبين عاد كي ظهروا هاد القلاسيكو ما كانشي و احسن قنظن احسن كلاسيكو في حياته تانصفات يعني باعتبار انه كي يوز الرقم عشرة ما كانشي يعني شي كلاسيكو يعني يتذكار به كنت ما قلت ماشي بضرورة يكون يعني غير هاد اللاعب هاد اللاعب هاد اللاعب جادي فينيسيوس حي تقدم اداء كاريته ولكن انا عطيت العين عليها حي تقدم اداء كاريته كتر بحال عاود ديست عاود اللي كان في الضص بالضبط ديست عاود ماذا يعود بالقورة والو يعني بغض الناظر انه صنع القون يعني في الاخر كيف ما يشوفنا في الاخر مباراة ولكن ديست كان نظن واحد صفقة لحد الان لحد الان انا بقي كان استغرب كيف تم التعاقد مع ديست ولم يتم التعاقد مع نصير المزراوي مع العلم ان نصير المزراوي كان نقوله اكثر تقلقا مع ايكس اكثر من ديست ولكن كان نظن شباب سبادل اسم الوكيل الاعمال يعني يمكن ان تفهموا ان في ايكس كان مزراوي متقدم يعني كيلعب كان نقوله في الوسط وديست كان كيلعب في الضص وصنف في الاخر مش قول ما يتم استقطاب ديال اللاعب ديست ولكن ديست ما نظنش انه بالحجم النادي ببارسة واذا كانت ببارسة مصر على انه كانت تتعاقد مع اي لاعب يعني كيلعب في هولندا حيث ديست ماشي لاعب هولندي امريكي ولكن كيلعب في هولندا وكيلعب في الايكس وغسادس كانت تتعاقد مع نوسطي مزراوي ما نظنش كان يضيع في حل الكورة اليوم وبلا ما نمشي بلو لو 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 حيث يقدر تفهم هذا الاختاد نوسطي مزراوي حيث انه مغريبي كانت تعاطف معه سرجو روبيرتو اللي بلعض الانتقادات عليه اذا كان لعب في عود ديست ما نظنش كانت ضع ذاك الكورة وما نظنش كانت من الاسباب ذاها فاوت حيث ماشي ذاك الكورة ديست كيت تحكم عليها بالعدد لها فاوت عمل فوسط البارديدو بها ذاك الكورة اللي تعطل فيها فينيسيوس فالشوط الثاني ما نتشاطش فيها يعني كينش لاعبين ما كانش يخصهم يدخلو اساسيا كان يدخلو كبودلاء يمكن ولكن كاساسيا في شلف الطرح هذا المدريد خدمك بودكي فضل هذا عرفي سير بارديدو يعني كيفما اقلت فتش على القون يعني حققه واذا ما كانش يحققه في الشوط الاول انا قنظن كانت المباراة واذا نمشي افتجاه واحد من الصالح في مدريد قنظن انه احتوي اذا ما كانش يتحش قون كان يكمل الشوط ثاني حتى تحشين مدريد القون اللولي دياله ومحشو قلولولي وفي حاله يتراجعو خلو كورا بارسا ولكن عبس باد مدريد قرر قرر الدالي والداليل على ان بارسا ما عملت يعني تشي خطورة على المرمى كان خطورة انه يستحودو ولكن كنت شوف ان المدريد يعني بخطة انشلوطي واللي كان دكي يخلي الكورا اذا كمش يحسس ان بارسا عند الكورا خصوصا بارديو في الدرد بارسا ماش مكيكونش يدخطو نقولو النفسي على المدريد كانت تفرجلهم الكورا اكتر ومدريد كانت اكتر خطورة وخاد السيستيما كانت مدريد اكتر خطورة بسبتل كونترا تاكس يعني وحل النقطة انا بغيت نشار لا واذا كانت هاد النسخة للمدريد هاد هاد بالضبطة الي اليوم وجهت اسوأ نسخة بارسا 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 في اي عام كان بارسا في شهر كان بارسا ضعيف مع بارسا هاد شكيلة هاد اللي لعبت مع المدريد يعني كان بارسا قوارديو لا اعطينا ثلاثة لا خرياجو نزارو ولكن ما كانش هيدا ماشا نظن المدريد كنا كلاعبين وطاقم تقني اليوم ودكي احتى ايداريا انها عارفة بارسا بازمة اقتصادية ضعافين من جميعنا واحد بارسا والادارة المدريد عارفة هاد شي عليها ما نظن احتوي اذا كان قوارديو لا نقوله ماشي في الاسوأ احتوي اذا كان في الافضل حالات دياله ما كناش انجبرو المدريد بعد النسخة هذه اللي بها كان قيمه ان قوارديو لا كان يغلب كان على الاقل فاتسخانة اذا كان كان قوارديو لا كاين كان يقدر يجيب ام بافي صاحب اذا كان يجيبه خيدفاع بزايد من بارسان جرمان ايجيب شي نجمي اخر لا يشكل واحد الصعوبات يعني على بارسا اذا كان قوله كانت واعرة ببارسا احنا نعطيهم مثل اذا كانت واعرة بجوارديو لا يعني مدريد مش على حسب الضغط للخصوم دياله محليا اوروبيا قد اعتلي عندها كامل قد شوفوش تحقق الدوري الافضل وماشي مطلب عندهم مره محقه العاشرة والحداش والتناش 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 ولكن كنشوف ان محليا كان المطلب انه محقه البطولات ولكن ياخدوا بعد الاعتبار مستوى القوة للخصوم دياله اذا كانوا خصوم دياله مضعافين كيحتفظوا بتركيبة البشرية بيض ما تجدد برنابيو يعني ويحتفظوا بصفقات الكبارين من بعد ولكن كل ذلك كانوا خصوم قويا كانوا اي 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 يعني في إدارة باريز قنط غا تجيب صفقات كبارين يعني مطحش عاود في موقف كيف ما الحاليا ببرتا طيح حافظ الفرق كيف هارفه اد نجاعة يعني الهجومية اللي بغت نقول وذلك القونتاني ديال المادريد غير ضيعت ببارسة المضريد حشاتها هذا يدل على بلعة الحاجات كوتينيو ضيعة وحكورة يعني كرة سالة ذيك ضاعت ماشي نقول اسوأ من الكرة ديال الديست ولكن كرة سالة حتى هي ضاعت ذيك ديال كوتينيو ولكن شوف المضريد كيف استغلت الهجمة دياله ببارسة حتى ذيك الهجمة القلالين دياله بحال ديست وهد كوتينيو المضريد ما ضيعتش ما هيك توصنب بب هذا هو هذا الفرق اللي يظهر لي بزاف يعني اللي يظهر لي بزاف بين بارسة ومضريد اليوم وكنتو في حتى من ناحية دياله يعني ديال الارقام ويعني والايجابية اللي حصل عليها ببارسة في الفترة الذهبية دياله قطح واحدة مور واحدة يعني كالقاب هف هاد الفترة هذي اللي حقق النجاحات قندون اللي كي وصلوا له مضريد قطلتكم مضريد كتحقق الالقاب سواء في الليجة سواء كوباد الرئيس سواء في الشامبيونس بارسة حقه أربعة ما ضريد وقيلها في نفس الفترة حقه أربعة ولا خمسة ما وقيلها أربعة أربعة العاشرة وحداش وثناش وثلتاش أربعة يعني في ديال الفترة الذهبية بارسة اللي قولوا بدأت أتلين وتسعود ما ضريد حقق نفس الشي الليجة هايما عاود ديال فارق اللي قلصوا وقيلها عاود غاية تاسع عاود فضل هات الشي هذا اللي مشافهه الكيبو كانت عاود حقق بارسة واحد حاجة في الفترة الذهبية ديالة انها قربت من انتصارة ديال مضريد يعني في المواجهات بيناتهم وقيله وقلو كنوا بطرون فالكلاسيكو ديال ده دراكيتش مشكل حشاها ديالة عاود تسعات عاود مضريد عاود تسعين غلبي يعني ذيك الشي اللي حقوه في ذيك النجاح في ذيك الفترة الذهبية عاود كد مشي عاود يعني هاتش يتحملوا فارق بارسة لنما قد عشان قول اه الإدارة فلان فلانية ولا الإدارة ماشي فلان فلان فلانية حتى اللي سمحنا هاد الإدارة سواء القبل ولا هاده وما يعني السوسيوس وما الأعضاء وما منظومة حتى الأغلبية ذيالى حكمت على هاتش طبعا الإدارة بالإيسم يعني الإدارة السابقة بالإيسم طبعا كد تحمل مسؤولية ولكن شوني أعينة شوني خلاها شوني علمش ما كانش ذلك يعني ذلك سحب الثيقة مكانش يقبال يعني بلع ذلك الحاجات قد تحمله ببرصة كمنظومة كأعضاء كأغلبية ببرصة يعني كنت شوف إذا بقت فايدة ما نظن شي طبعا ينزلوا السقوند حال كيف بدينا. ولكن ما كنظنش غاي نفسه على الألقاف. صراحة أوروبيانين سوا محليا صعيب بزف. إلا فجل حالة أنا كنشوف. يا إما شي مدرب ياخر. ولي كنظن صعيبة مدام اتقى جتلهم اللابورتا والإدارة كومانو كي اعترب بها يعني كانوا اتقى متبادلة رجعت مؤخرا. ولا ببارسة بتعاقد مع الملعبية اللي يفهموك ومن ولي اعطيه ولو الإضافة ننفارق معها. وهذه حتى هيق نشوفها صعيبة. فضل أن ببارسة عندها واحد أزمة اقتصادية كبيرة. دابوس عاك يصرحوا بها أنهم يعني ورثوا من الإدارة السابقة مليار ونص دي لديهم. يعني صعيب بزف اتشي. وما بدواء وقيلة بالحال ديالة مدى الدخلة للجمهور. أول مرة عمر الكامبنوم يعني عليه العمائن. واحد يعني ممكن نشوفوا يعني رسالة يعني من هذا اللقطة هذه. نشوفوا أن الناس في أوروبا وفي سبانيا يعني أقرب من تقللنا. احنا كم في مدينة تيطوان ولا كدولة المغرب. الناس بدأوا يدخلوا البوبليكو كامل وحنا باقي ما دخلنا فرض واحد من الجمهور. يوم ما دخلوا يعني كجمهور كامل. طبعا يقدر يقول العامل أنهم توحشوا الجمهور. ولكن حتى العامل الاقتصادي كيتدخل عنها. او ما عاود سم عاود ترجع يعني رجع الثامن. كنت أنا سامع وقيلة يذك اللي فوقي يعني اللي قلسين فوقي في القامبنوم في درجة الثالثة. وقيلة ألف درهم بدخلها وقيلة مياد الأورو. يعني هذا شي كيروج الاقتصاد اللي كيبوس حي تضروا بزاة في كورونا. بس بديل لأن الدخول الجمهوري كان معدهم. وده با عاود كيرجعوا وعاون ديكشيف أقرب ما يمكن. يعني رسالة لحسنة للملاعب ديالنا طول. كيفما العادة عاودة احنا غنتفرجوا ببارسا حتي يفرج عليها. يا اما بشي طرينا دور يفرج يا اما بشي ملعب يعاودين قد وقنت منه يكونوا بجوج بهم يدوروا في فترة واحدة. تا الله وفيسكا بارسا.